من جانبه أكد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة أكد أن تواجد القادة اليوم في مؤتمر كوب 28 يؤكد التزامهم وطموحهم للتغلب على التحديات المناخية مشيرا إلى أهمية تأكيد مبادئ الإنصاف والانتقال العادل والمسؤوليات المشتركة إن مسؤولياتنا ققادة المجتمعين اليوم هي تأكيد الرسالة الواضحة بأننا ملتزمون بل وتموحون في إجراءاتنا وفي تنفيذها بما يتفق مع ما توفقنا عليه في باريس ما يتعلق بالتجاوب مع التوصيات العلمية أو الالتزام بالمسؤوليات والتعهدات وفقاً لقدرات كل دولة وحجم مسؤولياتها التاريخية والحالية عن التحديات المناخية الجارية لذا فمن المهم تأكيد مبادئ الإنصاف والانتقال العادل والمسؤوليات المشتركة متباينة الأعباء باعتبارها مبادئ أساسية في الإطار متعدد الأطراف ترجمة نانسي قنقر